الحادي عشر من مايو لم يكن يوما عابرا إنه واحد من أيام عدة مشهودة في تاريخ مسيرة الثورة الشعبية 2011 يومها تساقط الشهداء مضرجين بدمائهم ثمنا لتطلعات شعب بأكمله ودفاعا عن مبادئ ثورة أبت إلا أن تزهر حرية وكرامة لأجل ذلك وتخليدا لعظمة ذلك اليوم كان موعدا لانطلاق البث الرسمي لقناة بلقيس الفضائية قبل خمسة أعوام الزملاء الذين تشاركوا قلق اللحظة الأولى في العمل تحت ظروف مختلفة لتعبر شاشة بلقيس إلى اليمنيين إلى وطن محظور وبلد عزلته الميليشيا عن كل شيء إلا عن صوتها الواحد ولونها الوحيد لحظة الانقلاب الغاشم ومصادرة كل القنوات والمؤسسات الإعلامية بما فيها مكتب القناة بصنعاء كان لحظة فارقة في مسيرة الإعلام اليمني وفي مسيرة بلقيس على وجه الخصوص فتحت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح باب الجحيم الذي كاد أن يغيب اليمنيين ويخرجهم من التاريخ ولا يزال يحاول خمس سنوات من انطلاق البث الرسمي لها خاضت بلقيس معركة اليمنيين تبث بلقيس من خارج حدود لكنها تغطي خارطة التراب الوطني عبر شبكة واسعة من المراسلين والمتعاونين وعبر كادر وظيفي من شباب الثورة بتنوع أفكاره واختلاف توجهاته فكانت نواة لوطن مؤتلف وعمل مختلف نقلت الأخبار وغطت الأحداث وكشفت الأوراق وكان علو سقفها مصدر قلق وإزعاج للكثير غير أن ذلك منحها ثقة جمهورها ومحبيها ومتابعيها بل واحترام خصومها قالت بلقيس إنها صوت اليمنيين فكانت ما تريد عملت بمؤسسية ومصداقية وشفافية ربما لم تمتلك الحقيقة كاملة لكنها قاربتها كثيرا بالتزامها تجاه قضايا الناس ومصداقيتها في نقل الخبر وتحليله بلقيس انتصرت للإنسان خاصمت الكثير بسبب موقفها الثابت وصارم مع القضايا الوطنية والإنسانية لكنها انحازت للحقيقة والإنسان اليمني وحسبها ذلك خسرت بلقيس علاقتها بجميع السلطات المتحكمة على الأرض إلا أنها كسبت المواطن اليمني كان المساء اليمني أحد أبرز برامجها وأولها تابع أهم الأحداث وناقش آثارها وتداعياتها على الشارع اليمني بلغة منفتحة وساهم في إحياء الرموز الوطنية والنضالية خصوصا من دفنهم النظام السابق ووأد حركاتهم التحرورية لم تهن ولم تتعب ولا تزال تحديات اللحظة تستدعي الوقوف بصلابة وثبات أمام هذا المحيط المتلاطم من الخذلان إلا من لحظة صدق وثبات مشوبة بالعناء والتضحيات دفعت بلقيس ثمنها غاليا